نرحب بكم أعزائينا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيللوميير والبداية مع العنوين البابا فرانسيس صنع السلام هو الشيء الأجمل في الحياة الكاردينال باتس بالا الوضع في الأرض المقدسة وغزة مأساوي بسبب الحروب الباثة البابوية في الأردن تحتفل بمرور 75 عاما على إنشائها الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد ماريلياس في محافظة عجلون وفيها أيضا مشيئة الله في حياتنا في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور من العنوين إلى التفاصيل قام قداسة البابا فرانسيس بزيارة إلى المركز الصيفي المخصص للأطفال في الفاتيكان وتحدث في حواره مع الصغار عن قيمة العائلة والوالدين والعلاقة مع الأجداد حاثن الأطفال خلال اللقاء على العمل من أجل السلام إذ أن صنع السلام هو الشيء الأجمل في الحياة كما أجاب الأبو الأقدس على أسئلة الفتية وملاحظاتهم التي انطلقت من خبرتهم في مسيرة التأمل والنشطات الأخرى التي قاموا بها حتى الآن في المركز هذا وتلت الحوار مع الصغار لحظة صلاة أطلقوا بعدها بالونات تدعو إلى السلام في كل العالم ثم اختتم الأبو الأقدس زيارته إلى المركز الصيفي شاكراً الأطفال على فرحهم كما وجه الشكرة إلى جميع المشاركين في تنفيذ هذه المبادرة استقبل غبطة الكاردينال بيرباتيس تابت سبالة وفداً من هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة زار الأرض المقدسة للتعبير عن تضامنه مع الجماعات المسيحية المحلية ومساعدة الكنيسة في المنطقة وأكد غبطته للوفد الزائر أن البطرياركية تبذل كل ما في وسعها من أجل مساعدة الجماعة المسيحية في غزة لافتاً إلى أن المدارس دمرت وبعضها تحولت إلى ملاجئ كما فقد الأطفال سنة دراسية من عمرهم وأضاف غبطته أن البطرياركية تسعى إلى توفير مكان للأطفال يتعلمون فيه وإلى إيجاد معلمين لهم ومضى إلى القول أن الوضع في الضفة الغربية مأساوي بسبب الحروب المستمرة حيث أن معظم المسيحيين هناك يعتمدون على القطاع السياحي وقد فقدوا فرص العمل بسبب غياب الحجاج هذا وقد عبر الكاردينال باتسبال عن امتنانه لهيئة مساعدة الكنيسة المتألمة على المساعدة المقدمة للكنيسة في الأرض المقدسة كي تبقى على قيد الحياة وتواصل نشاطاتها الرعوية على الرغم من الأوضاع الطارئة ترأس سيادة المطران جوفاني بيترو دالتوزو السفير البابوي لدى البلاط الملكي الهاشمي القداسة الإلهي الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية الصوفية بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء البعثة البابوية في الأردن وقد شارك في الاحتفال رئيس البعثة البابوية في العالم المونسينيور بيتر فاكاري والقائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جهاد شويحات وجمع من الأباء الكهنة والشمام السوى الرهيبات بحضور مدير عام البعثة البابوية في الأردن السيد رائد البهو وشخصيات رسمية وعامة وجمع من المؤمنين هذا وقد قامت جوقة كنيسة العذراء الناصرية وجوقة الجالية الإنجليزية بإحياء الترانيم القداسي باللغتين العربية والإنجليزية على صعيد آخر احتفرت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن بعيد ماريلياس في موقع النبي إليا ماريلياس بمحافظة عجلون وبهذه المناسبة رأس السفير الفاتيكاني المطران جوفاني دالتوزو قداس الاحتفال الذي أقيم في الموقع ذاته وقال سيادته إن النبي إليا عزيز علينا وهو مذكور في الكتاب المقدس بأنه عاش في بلاد الأردني وأعلن منها كلمة الله ونقل السفير تحيات قداسة البابا فرانسيس إلى جميع المشاركين من جهته عرب راعي كنيسة ماريلياس في بلدة الوهادن الأب سلام حداد عن اعتزازه بعودة الاحتفال بهذا العيد بعد انقطاع لسنوات بالإضافة إلى قدوم المؤمنين من مختلف كنائس أجلون والعاصمة عمان لإحياء عيد ماريلياس في جو من الخشوع وتحت رعاية نيافة رئيس الأساقف المطران حسام نعوم مطران الكنيسة الأسقفية الإنجيلية العربية في القدس والمشرق أقيمت في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان خدمة صلاة الشكر والتكريم لخدام الكنيسة بمناثبة اليوبيل الماسي لوضع حجر أساس الكنيسة كما تم خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الأساقف الكهنة والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لمكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين وعدد كبير من أبناء الرعية منح القصة الكونون فائق حداد رعي الكنيسة منصب الأرشديكون من قبل المطران نعوم وذلك خلال احتفال الكنيسة بمرور 75 عاماً على بنائها في العاصمة عمان وقد أعرب المطران نعوم عن شكره للقص حداد وعموم أفراد الرعية على خدمتهم داعياً أن يرشد الرب الأرشديكون فائق لمجد الكنيسة ونشري ملكوتي الرب بين الجميع نحن اليوم نحتفل بـ 75 عام على وضع حجر الأساس لهذه الكنيسة كنيسة الفادي على جبل عمان الكنيسة الأسقفية إلى حضور في الأردن منذ منتصف القرن التاسع عشر هذه الكنيسة تنعد من الكنائس الحديث سناً في الأردن ولكن لها خدمة كثير جليلة خدمة رائعة واليوم هي من أكبر الكنائس عندنا بالمطرانية على مستوى الشرق الأوسط فإحنا الأدي مبسوطين اليوم نجمع مع بعض كراعية حتى نحتفل بإعطاء 75 عام وهذه الكنيسة كانت ولا تزال في نقول الكنيسة الأم في قلب عمان وتتحد وتلتأم مع الكنيسة الأم في القدس خاصة كتذرية القديس جورج في القدس اللي هي تنعد أم الكنائس بالنسبة لأمطرانية القدس الأسقفية إحنا اليوم مبسوطين نكون معنا لفيف من القساوسي الكهن اللي خدموا هاي الرعية وكمان عائلات الكهن اللي خدموا هاد الرعية من سنوات وطبعاً اليوم هم في دار البقاء إحنا منشكرهم منشكر عائلاتهم منشكر اللي قدموا سنين طويلة من الخدمة والعطاء وإن شاء الله الكنيسة هاي بتظلها دائماً شاهدة لمحبة الله في وسط الجماعة خاصة في الأردن الحبيب وإن شاء الله لسنين طويلة بنعمة الله في هذا اليوم المميز في الواقع أنا عاجز عن الكلمات ممكن الآن نيافة رئيس الأسقفية المطران حسام نعوم أكرمني ومنحني رتبة أرش ديكن في هذه المناسبة وتقريب للي ولكنيسة ولخدمتنا الطويلة 37 سنة أنا بقدم في حقل الرب منهم 11 سنة في كنيست الفادي اليوم فاجأنا المطران وكلمة المطران هي بالنسبة لإلنا الأعلى بيبقى ما منسميه عادة الكتاب الرسمي أو الفرمان واللي بالنسبة لإلنا هو بروتوكول لكن اليوم تم تكريمنا تكريم لكنيسة تكريم عائلتي اللي خدمت معي ووقفوا معانا من زوجتي وأبنائي وكل اللي خدموا منذكر الرب وأنا هالتكريم دائما وأبدا منهدي لإلهنا الحي اللي بيعطينا أكتر مما نستحق ما يميز أيضا اليوم هو الاحتفال برجالات الكنيسة اللي خدموا عبر هذه السنوات على جمع العمان وانت شفت اليوم الفرحة العارمي بوجوه الناس كلها اللي كمان تتذكر إنه نحن في هذا المكان نعبد الله نخدم الملكوت ونسعى دائما نحو السماء وهذا إشي كتير مهم في حياتنا في رسالتنا في رسالة الكنيسة اللي دائما هدفها الأساسي نشر بشارة الإنجيل الخبر الصار لكل المؤمنين في منطقتها وفي المجتمع اللي بتعيش احتفلت رعية مار شربل المارونية في عمان بعيد القديس شربل وذلك في قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران موسى الحاج رعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والأردن بمشاركة كهن الرعية الأب جزيف السويد وحضور كهنة من مختلف الكنائس وعدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية وجمع حاشدا من المؤمنين وحي المطران الحاج جميع الحاضرين الذين أتوا للصلاة في هذا العيد المبارك مشيرا إلى أن كل مسيحيا لديه علاقة روحية مع مار شربل كما ألقى الأب سويد كلمة عبر فيها عن شكره للمطران الحاج على تفضله لرعاية هذا الاحتفال وبمناسبة زيارة المطران موسى الحاج إلى المملكة استضاف مكتب فضائية نورسات الأردن سيادته للحديث عن الوضع الأمني في الأرض المقدسة وغزة وأحوال المسيحين في المنطقة وغيرها من الموضوعات نحن طبعا على وعي تام بالأخبار المتداولة هناك الوضع الأمني وأيضا على الأخص الوضع في غزة فكيف ترى الوضع الأمني في الأراضي المقدسة هناك وأنت نائب البطرير كيف في هذه كل المنطقة وأيضا رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة فحضورك للأردن وكيف تركت الوضع هناك مع أيضا كما نعلم تناقص عدد المسيحيين في المنطقة بالنسبة للموضوع الأول الأمني أكيد كل الناس خاصة بفلسطين بإسرائيل وبغزة المتألمة المجروحة الدائمة الناس كلها في عندها هاكي قلق فعندها خوف خوف من الحاضر ومن المستقبل المزوج اللي عنده عائلة شو بده يعمل اللي عنده مدرسة التلميزي والمدارس ما في مدارس يلجم يعمل الجامعات يلجم يعمل بتلاقي هالناس كلها شوي ضايعة القليل يلي هو بيقلك أنا مستقر يمكن الفقير بيقلك أنا ما فيني روحنا مات رح ببقى ولكن بالعموم والوضع اللي عم نعيشه ما فيش استقرار لأنه ما مش مبين الأفق شو هو نحنا بالنسبة لقلنا الأفق هو السلام الأفق هو المحبة الأفق هو التعايش الأفق أنه الحياة العادية الطبيعية هيدا مفقود مفقود عند الكل كل الطواف كل الأديان يعني وكل واحد عم بكل يوم بيسأل شو حيصير نحنا كمان نسأل هلأ الموضوع التاني بالنسبة لأبنائنا المسيحيين ونحنا الحلوفين عنا يعني مجلس البطاركي والأسيق في يلي رئيسه اليوم الكاردينال بير باتيستا في تسبالا عنا لقاءات بالسنة مرتين كل مرة يومين وعنا لقاءات أيام بتكون طارئة مثل مصر بأحداث غزة وكمان كانوا عم نحكي عن اليوبيل عن مجمع نيقيا اللي بيصلوا 1300 سنة أو 1500 سنة وعملنا لقاء مباشر مع الكاردينال بيرومو المسؤول لحتى النسي شو لازم نعمل على الصعيد المسيحي بسمع كتير عيال عم بيفكروا يارد بصلي سافر يارد بصلي هاجر بقى نحن وقت نسمع هايك يعني بنتقلم هودوا ليبنا وهودي يعني بالنسبة لأنه هن الكنيسة شعب الله يعني عم بيتناقص أكيد دورنا نشجعهم يبقوا دورنا نقلهم أنه نحن عندنا رسالة عندنا هوية هاي الأرض المؤدسة هاي أرض المسيح هاي أرض البشارة وارد الأنبياء كمان مش عمول لا ولكن هاي دي هي الأرض يلي أنت الأولى أنك تحافظ عليها وتبقى فيها ولكن نحن ما بيغيب عن بالنا أنه هاي دي كمان عيال عندهم يجب بيكبروا بيخافوا عليهم بنيعون مستقبل لإلهم ما فيهم دايما يعيشوا بالخوف وبالقلق ما بتعرف أي ساعة لسما حلا بيصير فيه أصف قائمتي بيصير فيه ضرب وكمان عمنا خاصة بالأرض المؤدسة وللأسف بين المناطق العربية مترح ما فيه وجود أكيد إخواننا الإسلام ومع المسيحيين عم بيصير فيه كتير خاوة وعم بيصير فيه كتير عصابات عم بيصير فيه كتير يعني ناس بتأتل ناس صار رايح ستين سبعين شخص تشوف فيهم يعني وكلهم انتقامات يعني من كل الطوايج نعم هيدا شي عم بيخلينا نتألم وبعدين فيه كتير أشخاص متمولين أغنياء من إخواننا المسيحيين أو المسلمين وغيره عم بيحاولوا يفلوا لأنه عم بيضغطوا عليهم وتتحس أنه للأسف يمكن أيام الدولة مش عم تقدر تضبط الوضع وهيدا عم بيأثر بيقلك إذا أنا فيش ضبط للوضع ما في عندي أمن أو حدا يحافظ علي بيحمل حيل وبفل وتحتى أنا عيش برواء يعني أنا الإنسان مفروض أنه يعيش بسلام العيش عطول على أعصاب وبخوف مش طبيعي حيث الطبيعية تقريبا تقريبا مفؤودي هلأ الأشغال بعد فيه الحركة موجودة وليك مثل ما قلتلك تحت سقف خوف وقلق من ماذا ننتظر اليوم غير انطلقت في منطقة البحر الميت أعمال مؤتمر القانون الكنسي السنوي الحادي عشر في منطقة البحر الميت حيث افتتحت المحاكم الكنسية التابعة لبطريركية اللاتين في كل المن القدس وعمان والناصرة دورة قضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية في البلاد العربية وشارك في الجلسة الافتتاحية عميد محكمة الاستئناف العليا في الباتيكان وعدد من أعضاء المحكمة الرومانية بالإضافة إلى أساقفة وقضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية في كل من الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا والعراق ومختصين في القانون الكنسي وعدد من كهنة الرعاية وبعد اختام الدورة الخاصة بقضاة المحاكم تلاها مؤتمر القانون الكنسي للمحامين والذي تخلى له ورشة عمل للأخصائيين النفسيين والعاملين الاجتماعيين وهذا ما يميز مؤتمر هذا العام هذه السنة شاركنا عميد روتو رومانا وقضاة اثنين رافقوا وأغنونا بهذه المحاضرات مالتهم وإن شاء الله دائما حتى احنا نخطني بهذه الثقافة ونعكسها بتعاملنا مع الأصحاب الدعاوي ودائما المحاكم الكنسية هي من أجل خير العائلات المجروحة والعائلات أو الزواجات اللي تعاني من تعثرات ونحاول أن نكون لهم مصدر خير وفرح ونحقق العدالة نحن كمحكمة الروتا الرومانية دعينا لحتى نعطي محاضرات لحتى نساعد الأضاة والمحامين في عمل القضاء في الكنيسة هناك عدة مواضيع طرحت في اللقاء هذا وأكيد هاللقاء هذا لحيتكرر كل سنة مثل ما بتعرفوه ونحن موجودين هون لحتى نساعد هالأشخاص لحتى يتطوروا بعمل القضاء بدعوة أكيدة هيدا توجيه أداسة البابا فرانسيسي اللي هو يدعينا لحتى نروح إلى الأطراف وإلى البلدان اللي بعيدة لحتى نساعد الناس الموجودة فيها لحتى تتقدم وتتطور قانونيا ولاهوتيا وحسب الاجتهادات تبع المحاكم محكمة الروتا الرومانية المؤتمر الكنيسي اللي عم بيصير كل سنة بتنظيم من أبرشيل لتيني في الأرض المعدسي والأردن هو مناسبة جميلة جدا ومفيدة جدا أولا لأنها عم تجمع كل الكنيس المسيحية الكاتوليكية في الشرق بكل البلدان القريبة علىنا وتانيا هي مناسبة لتحسين الأداء إن كان للمحامين أو للقضاء وتعمق في القانون الكنيسي والمحاضرين عارة عم بيكونوا على أد المسئولية تأدوا هالخدمة هذه اللي عم بتفيد كل المحاكم وفعلا عم نحس إنه من سنة لسنة عم بيرتفع المستوى القضائي بهالمحاكم هايدي وهذا المؤتمر زي ما حكينا ومن أكوين بيعرفنه وثقافي قانوني للمحامين وثقافي قانوني للقضاء اللي بيشتغلوا في المحاكم الكنيسية الكنيسية بالشرق الأوسط وخصوصا ببلادنا العربية ما في جامعات متخصصة في القانون الكنيسي اللي بتعطي لدرجات البيئي ولا لدرجة الماجستير ولا الدكتوراه بلبنان في جامعة الحكمة ولكن مش كل الأشخاص بقدر يصلوا لجامعة الحكمة وإحنا بلشنا المبادرة هذه زي ما سمعنا تحت من أبو نائميل سنة 2012 بلشت المبادرة واستمرت ومش بس استمرت كبرت وتوسعت وأصبحت جزء منها للقضاء والكهني وجزء تاني للمحامين والسنة زدنا عليها شي جديد كمان اللهم الحكمة الخبراء النفسيين والمرشدين الاجتماعيين للأسر والأطفال اللي بساعدونا كثير في العملنا القضائي دور المحامين كثير كبير في تعزيز ودأ وتقليل الفجوة اللي صارت بالخلافات العديدة بين الأسر العربية أجمالا لأنه منيحكي الأسر العربية لأنه بصير بالأسر الأردنية بصير بالأسر المصرية الليبنانية السورية العراقية والعديد من الأسر العالم أجمع نفس الخلافات نفس المبادئ اللي ممكن أنه تقيم أسرة وممكن أنها تهدم أسرة بيجي هذا المؤتمر لقمه داعش على أساس أنه هذا المؤتمر بيعمل على تعزيز مفاهيم الكنيسة في بناء الأسر الصحيحة وبناءها على صخر الأمر اللي بيؤدي إلى إنشاء أسر صحية مسيحية كاثوليكية مبنية على تعاليم صحيحة إنجلية مستقيمة وقويمة شايفين أن المؤتمر فرصة جميلة جدا زي ما أنا قلت في كلمة التعريف للوفد المصري فرصة جميلة جدا عشان ناخد آخر تطورات وآخر مفاهيم وآخر شروحات لقانون الكنيسة وبالذات في قانون سر الزواج هنا بنتبادل خبرات واقعية وخبرات عملية متاحة مع كل البلدان العربية لبنان ومصر والأردن وسوريا والعراق وفلسطين علشان نوصل لحلول للأسر المجروحة للأسر المجروحة في وحدة الزواج اللي عندهم أي مشاكل بنقدر نتدخل كقضاء كنسيين زي ما بيقول البابا فرانسيس في رسائله الأخيرة المسيح العطوف نقدر نتدخل واحنا حاسين برحمة كبيرة وبمحبة كبيرة لنحن نحلل لهم المشاكل بتاعتهم كمان السنة دي غنى كبير خالص للمؤتمر وجود قاضي العميد السكراروتا رومانا والوفد المشارك ليه كمان وجود رؤساء محاكم كبرى من لبنان من مصر من العراق ده بيدي غنى وزخم للمؤتمر نحابب أشكر المجموعة المنظمة للمؤتمر حابب أشكر الأردن وبطرياركيت اللاتين على استضافتها وعلى ترحبهم بينا بصراحة من أول ما وصلنا من القاهرة على مطار عمان وترحاب وضيافة ليس لها مسيل أنا بروح بزخم كبير جدا جدا من المؤتمر لأنه فعلا استفادة كبيرة هفيد بيها كنيستي ورعيتي وهفيد بيها كمان الأسر المسيحية تحت ريعية القائمة بعمال النائب البطرياركي للاتين في الأردن قدس الأب جهاد شويحات قامت كاريتاس الأردن بافتتاح بيت الموسيقى في منطقة جبل الويبد بعمان حيث يعد هذا المشروع واحدا من المبادرات الفنية الهادفة لنشط ثقافة الموسيقية على مستوى المجتمع المحلي وإيمانا بتلك المبادئ قامت كاريتاس بالتعاون مع جوقة ينبوع المحبة وأكاديمية طارق الجندي للموسيقى العربية بتدريب وتأهيل وبناء جوقات كنسية ذات كفاءة عالية للمساهمة في بناء مجتمع مدني واع للحس الموسيقي حضر حفل الافتتاح قدس الأب سيمونه جزين راعي كنيسة البشارة للاتين الويبد وفريق وحدة الصحة النفسية سلم السفير البابوي لدى الأردن المطران جوفاني دالتوزو مساعدات إنسانية تتضمن أدوية ومعدات طبية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتأتي هذه المساعدات التي تسلمها أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي للتأكيد على التزام الكنيسة الكاثوليكية باستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في قطع غزة الذين يواجهون تحديات ناتجة عن الحروب حيث يحتاجون بشدة إلى المساعدات والاحتياجات الأساسية بشكل طارق ببركة سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذوكس انسلقت ورشات المحور الرابع من برنامج ريادة الذي تقيمه دار المطرانية لهدفي تطوير خدام مدارس الأحد لخلاص نفوس أبناء المدارس وترسيخ القيم الروحية والإيمانية لديهم شارك في البرنامج الذي يستمر حتى شهر آذار من العام القادم ستون خادما وخادما من مختلف الرعاية في الأردن حيث تركزت الورشة الأولى ببعد روحي حول القائد المسؤول قدمها الشماس المتوحد خريسانتوس كما عقدت ورشتان متعلقتان بالألعاب والأنشيد مع الأخت رؤى قاقيش وورشة ثالثة متعلقة بالتخطيط مع الخورية نهال عكروش ضمن رسالة المعهد الإكليركي للبطريركية اللاتينية الأرشالمية لتشريع الشباب على البحث والإصغاء لدعوة الله في حياتهم نظم المعهد الإكليركي وبتنظيم من الأب خالد جمو مسؤول الدعوات في الأردن زيارات للرعاية في المملكة حيث كان لقاء في مدينة الحصن ولقاء في بلدة الوسية واسماكية وتناولت اللقاءات موضيعة تخص الدعوة للكهنوت المقدس وكيف يستطيع الشاب المسيحي أن يميز صوت الله في حياته اليومية وقد اجتملت اللقاءات على موضوعات دينية وترفيهية للشباب وحلقات نقاش بينهم وبين طلابي وكهنة المعهد في حفل بهيج اختتم النادي الأوثوذكسي العربي في بيت ساحور مخيمه الكشفي السنوي بحضور عددا من المسؤولين في محافظة بيت الأحم وقيادات كشفية محلية وجامع كبيرا من أبناء المنطقة وقد القيت خلال احتفال العديد من الكلمات التي عبرت عن امتنانها بإقامة هذه المخيمات التي يتجسد فيها حب العمل التطوعي المزيد في رسالة الأرض المقدسة اختتمت مجموعة النادي الأوثوذكسي العربي بيت ساحور مخيمه السنوي الأربعين والذي أقيم على أرض دير الرعاة في مدينة الرعاة حيث استمر هذا المخيم لمدة تسعة أيام وكان قد حضر حفل الافتتاح كل من قدس الأب إغناتيوس الوكيل البطرياركي في بيت جالة والأب ساب عواد والقس منذر إسحاق ورئيس بلدية بيت ساحور الدكتور لياس السعيد ورئيس الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي الأستاذ الرائد الأطراش والقائد خليل فرهود عضو المكتب التنفيذي لجمعية الكشاف والمفوضة القائدة عيدا بابون وممثلي قادة المجموعات الكشفية في المحافظة والأستاذ جوزيف حسبون ممثلا عن البعثة البابوية وممثلي المؤسسات والجمعيات والجهات الداعمة للمخيم وعدد كبير من أهالي المشاركين تخلل حفل الاختتام الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء والنشيد الوطني الفلسطيني وكلمات ترحبية من قائد المجموعة القائد جريس قمسي والذي أكد على أن هذا المخيم وبرغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة ألا أنه يزيد من عزيمة الشباب في التثبت بالأرض والاعتماد على النفس فالحياة الكشفية لها مبادئ وقوانين وواجبات نحو الله والوطن والإنسان فالشباب اليوم هم قادة المستقبل نحتفل اليوم باختتام مخيمنا التدريبية أربعون هذا المخيم الذي قيم هنا على أرض حقل الرعاة هذه الأرض المقدسة التي شهدت قبل أكثر من ألفين عام البشارة بميلاد السيد المسيح في هذا العام بالرغم من كل الظروف وكل الألم والمعاناة التي عيش شعبنا جراء السمرار هذا الاحتلال البغيد وهذا العدوان الهمجي على أهلنا في قطاع غزة وكافة أماكن تواجدها إلا أنه كان هناك إصرار من قبل القيادة الكشفية والأفراد على إقامة هذا المخيم إذن هذا المخيم يأتي في سياق تنمية الروح الوطنية لدى الفتية والفتيات المشاركين وتدريبهم على العمل التطوعي والعمل الجماعي وحب الله والوطن ومن هذا المخيم يأتي هذا المخيم أيضا ردا على كل سياسات الاحتلال في محاولة تهجير شعبنا وطمس قضيتنا الوطنية الفلسطينية هذا المخيم هو تثبيت لوجودنا على هذه الأرض المقدسة هذا المخيم شارك به تقريبا 500 من أفراد المجموعة هذه المجموعة التي تعتبر الأكبر والأنشط على مستوى الوطن وأيضا ممكن أن تكون على مستوى الوطن العربي إذ يشارك سنويا في هذا المخيم قرابة 500 من أفراد المجموعة أشبالا وظهرات كشافة ومرشدات جوالة ومنجدات المخيم عمل على تطبيق نظام الحركة الكشفية من خلال نظام الطلاع وتدريب الفتية والفتيات على العمل الجماعي والعمل التطوعي وعلى الاعتماد على النفس وعلى تنظيم حياتهم من ناحية كشفية لكي يكونوا يعتمدوا على نفسهم في كافة مناحي الحياة خلال إقامتهم في هذا المخيم ابتدأ الحفل بدخول المشاركين من أبناء المجموعة الذين تجاوز عددهم 500 مشارك وهو العدد الأكبر في تاريخ المخيمات الكشفية كما تخلل حفل الاختتام الذي اقتصر فقط على كلمات من رئيس البلدية ورئيس النادي الأرثودوكسي توزيع الباجات على المشاركين والأدرعة لكل من ساهم ودعم إقامة هذا المخيم بيت زحورة تزهب الشباب وبعزم الكشف نكهر السعاب بيت زحورة تزهب الشباب وبعزم الكشف نكهر السعاب في أرض الرات نفترش الطرام وننشر السرور في سهل والهضاء وفي النهاية تم انزال العالمي من عن السارية التي توسطت أرض المخيم بمراسم كشفية بحضور القادة والأفراد والمدعوين للنورسات مارلين الحدوى من أرض المخيم حقل الرعاة بيت ساحور استضافت مدينة تيورين الإيطالية تجمعا لأعضاء من حركة عائلات مريم كتجمع عالمي حيث شارك فيه حوالي عشرة ألاف شخص من مختلف أنحاء العالم بينهم 22 ممثلا من الأردن وقد جاء اللقاء تحت عنوان على مثال تلميذي عمواس وقد اجتملت تجمع العائلي العالمي على عدة فقرات مثلت من خلالها كل دولة تراثها وقيمها الثقافية حيث كان لفريق الأردن دور بارز في عكس الحضارة العربية والثقافة الأردنية مما أسهم في الترويج السياحي للمملكة وخلصت تجمع إلى تعزيز التفاهم بين العائلات من مختلف الثقافات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل بناء مجتمعات تنعم بالسلم المجتمعي وتعتبر حركة عائلات مريم من الفعاليات الروحية الكنسية التي ترسل مبادئ الإنجيلية في إطار العائلة المسيحية للمرة الأولى من بعد الحرب في غزة استأنف نحو 150 تلميذا تعليمهم في رعية العائلة المقدسة للاتين وقال الأبر منالي كاهن الرعية لا توجد مناهج دراسية رسمية للمتابعة إنما الهدف هو مساعدة الشباب على توجيه طاقاتهم العقلية نحو شيء بناء حتى يكونوا جاهزين عند استئناف الدراسة بعد أن فاتهم عام كامل للتعليم بسبب الصراع المستمر وأوضح الأبر منالي أن التلاميذ يتلقون التعليم الديني والتعليم المسيحي على يدي 40 معلما متطوعا وأشار إلى أن اللاجئين الشبان من رعية القديس بيرفيريوس المجاورة يشاركون أيضا في أنشطة المدرسة عرب رئيس وعضاء السينودس الكلداني عن قلقهم العميق إزاء التحولات الدولية والصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة العربية وبخاصة الأراض المقدسة حيث شجب الأباء الأساقف خلال اجتماعهم في الصرح البطرياركي في بغداد العنفة بجميع أشكاله داعينا المجتمع الدولي إلى حماية السلام واتخاذ الإجراء المناسب من أجل الإنهاء الفوري للحرب في غزة وفيما يتعلق بالمسيحيين في بلدان المنطقة جدد الأساقفة في بيان صادر الدعوة لاتخاذ خطوات عملية شجاعة لتثبيت المسيحيين في أرضهم وهويتهم وتعزيز دورها اكتشف علماء آثار بريطانيون مبنى لكنيسة المسيحية قديمة في البحرين يعتقد أن عمرها يزيد عن 1300 عام ويعتقد الباحثون أن المبنى كان يستخدم في السابق قصرا لأسقف محلي يحتوي على غرفة عمل وثلاث غرف معيشة ومن بين المكتشفات عملات نحاسية سقطها الإمبراطورية الساسانية في القرنين السابع والثامن الميلادي ويجري حاليا تحليل الاكتشافات الأخرى التي تم العثور عليها في أعمال التنقيب للمساعدة في كشف المزيد من المعلومات بشأن المسيحية في البحرين قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورش رايحة حلقة مميزة بعنوان مشيئة الله في حياتنا حيث تناولت الحلقة متطلبات هذه المشيئة التي تقودنا في آخر الأمر إلى الفرح والعيش مع الرب بسلام مستشهدة برسالة القديس بولوس إلى أهل سالونيكي فإلى هناك مشيئة الله في حياتي أنا كمؤمن مسيحي الله شو بده مني أنا يعني كإنسان فمشيئة الله في حياتي كمؤمن ما هي؟ مش مشيئة الله للكون مشيئة الله للعالم مشيئة الله لجميع البشر والناس على مختلف أشكالهم واختلاطاتهم واختلافاتهم والثقافاتهم ما رح نبحث بهذا الموضوع موضوع بدنا نبحث عن مشيئة الله في حياتي أنا فالموضوع ابونا إذا بتحب أنت بحاجة الإنسان كل فترة الإنسان الناضج الإنسان الروحاني الإنسان اللي ماشي مع ربنا بحاجة كل فترة لا يفحص ضميره لا يفوت لأعماق نفسه ويعمل هذا الميزان بين ما بيشوفه هو ماشي بحياته وما بين ما شئت الله تعالى بحياته لو حكينا بالبدايات شو هي مشيت الله بحياة الإنسان هي مشيت الله أول إشي أنه خلقه هاي مشيته وثاني شغلة وأهم شغلة أنه خلقه ليكون حسنا جدا وراء الله عندما خلق بسفر التكوين عندما خلق الإنسان أنه شافه أنه هذا الخلق حسن وحسن جدا كمان التركيز على أنه يكون الإنسان بأحسن صورة على مثال مين على مثال الله وإحنا بنحكي كلمة الله منه يسوع المسيح إحنا كبشر شفنا يسوع يعني خلينا نقول البشرية مش أنا كأبو نجور إحنا يعني يسوع لما تجسد راح الحاجز إنه إحنا نعمل تصورات وخيال لصورة الله في حياتنا لا هي صورة الله تجسدت وصرنا نعرف إيش هو المطلوب من خلال شو؟ من خلال كتاب المقدس منعرف إنه هذا اللي بصير مشيئت الله ولا مشيئتي الشخصية لا يتعارض مع الوصايا الوصايا العشرة لا يتعارض مع أمثال يسوع مع تطويبات يسوع بقارن أنا وبشوف بعمل إشي وبعمل إشي ويقول هيك الله بده لا مش دائما هيك الله بده بننميز شو المصطرة أداة القياس المصطرة اللي بقيس فيها أنا هي الكتاب المقدس بشوفه وماشي على ضوءه أنا مخنوق متضايق خلص لما بكون بدي أزع يعني خلص الشخص اللي قدامي بدي أأزيه عشان أحطه أو أوقف عند حده هيك العلم بحكيه المنطق بحكيه إنه حب نفسك دلل حالك كده لا بيجي الكتاب المقدس ما بحكي لك لا بحكي لك تضحية بحكي لك تحمل بحكي لك للأسرار ويتحافظ عليها مش كل ما دق الكوز بالجرة ومثل ما بيقول وبيدي أنا أخرب الدنيا كلياتها وأخرب بعلاقاتي مع عمي مع خالي مع أصدقائي مع كذا عشان صار في خلاف على الميراث عشان صار في خلافات عالية أنا بحكي الله بدي يعني إنه أنا أكون قوي لا يا حبيبي الله معطيك تعليم الكتاب المقدس ما شئت الله ما تبحث عنها على السوشال ميديا ما تبحث عنها مع التعليم البوضي ولا تبحث عنها عن تعليم تنمية الذات وتنمية القدرات وهذه كلها أشياء بتعزز للمسيحي أنت في عندك الأساسي الآن هلأ أنا بحط الأساسات وفوق عملت الروف شو ما حطيت عليه برا كله حطيت عليه التجميلات هاي الأشياء مش غلط مشيئة الله في حياتنا ذكرها القديس أولا التلاميذ كلهم كانوا طبعا يترسلوا مع القديسين الأباء الأولين بالرسائل والمهر بالرسائل اللي وضعوها ففي رسالة إلى القديس بولوس إلى أهل تسالونيكي يتحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح وصريح تفصيلي اللي هو مشيئة الله في من جهاتكم يعني كانوا يتساءلوا ماذا يريد الله منك ما هي مشيئة الله منك بالضبط هذا هو السؤال هذا هو السؤال بولوس الرسول بعث رسالة جدا جميلة وأنا بحب أقرأ منها هذه الرسالة اللي هي من خمسة خمسة أربعة عشر نعم من خمسة ل خمسة ل أربعة وعشرين خمسة أربعة عشر لأربعة عشر لأربعة عشر وأن تعتبر أروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا ونطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس أسند الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحدا أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع أشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح امين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل ايضا ايها الاخوة صلوا لاجلنا سلموا على الاخوة جميعا بقبلة مقدسة اناشي بدكم بالرب ان تقرأ هذه الرسالة على جميع الاخوة القديسين بنعمة ربنا يسوع المسيح معكم امين هذه الرسالة كاملة كما قالها وارسلها الى اهل تسالونيكي القديس بولوس الرسول اذا بدنا نجي ابونا نفسر او نفند الرسالة في بدايتها يدعو الى انه التعليم التلمذة وهي النعم اليوم بعرضنا اياها القديس بولوس انما تدوم النعم بالشكر وبركز هنا بالرسالة على نشكر ربنا بالزمنات كنا بالسيمينير بعدني انا مبتد في سيارة عند واحد من الاباء صافها ببيروت كنا في محل رجع ما لقاها انسرقت السيارة بيقوله الابونا المان وقل له اشكر الله عصب قال له ايش اشكر الله السيارة انسرقت قال له اشكر الله انك انت ما كنت بالسيارة لما انسرقت كان خطفوك معها وتعرف الوقت الحرب كان في خطفة كثير في لبنان ففكر فيها بعد مهيدي قال نشكر الله انه فعلا سرقت السيارة وانا مش موجود فيها فمرات احنا ما بنقدر نشكر الله على شغلة بنشوفها يعني تحصيل حاصل وخصوصا بتربيتنا وتعليمنا للاولاد بيشوفوا فيه اشياء مسلمات انه اهلهم وفرينهم واحد اثنين ثلاثة هيك بس جميل جدا انه يشتركوا الولاد بهاي القربات الشبيبة والجمعيات ولكده لما بيلفوا على البيوت وبيشوفوا الناس لأ انه مش الكل مؤمن بهذه الاشياء اللي انت مؤمن الها تعالوا بابا بالصوم تعالوا بابا بمناسب خلينا نمتنع عن الاشياء هاي مين اليوم بقدر يمون يطف في النت لمدة ساعتين في البيت شو بيسو في الولاد في الاهل قدش يقدر يتحكم بهاي الاشياء هذا كله بعطينا جو صافي لنعم ربنا تنفهم انه هاي هي مشيئته هو هيك بدو يانا بدو يانا نسالم بعض بدو يانا نقل المشاكل اللي حكيتيهم كل هدول بنعمل عليهم مش حلقة بنعمل عليهم مادة كاملة محاضرات سلسلة محاضرات يعني كل نقطة فيهم ممكن ينعمل عنها حلقة كاملة هاي هي مشيئة الله بس احنا مش دائما بتعجبنا مشيئة الله لماذا ليش ليش لماذا ليش ما بتعجبنا لأنه نظرنا محدود احنا شايفين هلنا بس هو شايف للعمر كل يال الى هنا مشاهدين وصلنا الى نهاية نشرتنا وقبل ختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها البابا فرانسيس صنع السلام هو الشيء الأجمل في الحياة الكاردينال بس بالا الوضع في الأرض المقدسة وغزة مأساوي بسبب الحروب الباثة الباباوية في الأردن تحتفل بمرور 75 عاما على إنشائها الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد ماريلياس في محافظة عجلون للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الالكتروني نورسجو دوتورغ طابت أوقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر